المقرب تحالف مع إسرائيل لصنع الدرونات التي تقصف اليوم أطفال قزة والتي قصفت ولا زالت تقصف المواطنين والمدنيين في الصحراء الغربية وفي الأراضي المحررة من الصحراء الغربية أستاذ الكريم المقرب سجن عشرات وقتل آلاف الصحراويين في سجن مقونة في سجن لكحر في العيون في سجن سلب في سجن بالملون فالحديث اليوم عن المدنيين والله أعتقد على أنه محاولة للهروب إلى الأمام من طرف نظام الاحتلال المقربي الذي لم يبالي لا بالمدنيين في قزة عندما تحالف مع إسرائيل ولم يبالي بالمدنيين في الصمارة عندما تابع وسجن وعذب العديد من عشرات وآلاف الصحراويين هناك قراءة كثيرة يمكن إدراجها في هذا الإطار دعني أسألك أنت الآن تتحدث عن أشياء ليست ضمن هذا النقاش الذي نخوضه الآن هناك تقارير تفيد بوجود تعاون عسكري بين إيران والجبهة البوليزاريو هل لك ما تفند به هذه التقارير لو سمحت وباختصار وأجبني في صلب الموضوع الله يخليك رأيتك أستاذي من بداية البرنامج وهذا طبعا حقك والمهنة تطلب ذلك هو طلب الدلائل الآن أنا أطلب منك الدليل ما هي التقارير التي تشير إلى علاقة إيران في شبهة البوليزاريو أريد أن تذكر لي هذه الجهات وأن تشير لها بطريقة واضحة من فضلك طيب هناك تقارير بطبع الحال غير لمن هذه التقارير غير مؤكدة تفيد بوجود هذه الصلاة صارت غير مؤكدة الآن دعني أنتقل